اشتركوا في القناة وقدي اليوم انتو من خلال هالاحتفالات اللي بتنظموها وهالرتب وهالصلاوات وحتى المسيرات بتكونوا عم بتخلوا المؤمنين يشعروا بالعيد اكتر وينموا ايمانهم لانه هن بمسيرة اول شيء الله معيك المجد لله لكل اللي عم يشوفونا عبر اسير صوت المحبة وتليزيون المحبة نحن هيدا الاسبوع ظهور هو اسبوع الاسابيع بسمون يعني او الاسبوع العظيم بتعرفت قداش فيه بيكون رتب تقصية ويعني اسبوع قائم بحد حاله زمن تقصي تصوري زمن القيام بيبقى كذا اسبوع زمن الدنح كذا اسبوع الاسبوع القلام لوحده زمن تقصي بيكون فيه كتير رتب تقصية بيكون فيه الغسل بيكون فيه عندنا اليوم رتبة الانديل بيكون عندنا جمعة العظيمة رتبة دفن المسلوب عندنا صلاة الغفران للجمعة سبت ورتبة دفن القيام يعني رتب كنسية ومعروف بهيدا الاسبوع المؤمن المسيح بيبقى وقته بالكنيسة اكتر من البيت يعني اليوم انا عبقدي الصبح كان فيه مؤمنين مع باي الكنيسة بيكونوا من الصبح اليوم عبترددوا الناس التي جاء الكنيسة لتكون عم تعمل الرتب التقصية واكيد كل شيء احنا منكون عم نقدموا للناس ليكونوا يكونوا عم ينموا اكتر ايمانهم يعيشوا اكتر علاقتهم مع يسوع يجددوا تعرف دائما الانسان بحاجة اللي يتجدد حتى يكون دائما عم بيعمل هذا الاجتهاد والجهد الروحي هالسلوات بتساعدهم اكيد والترانيم يلي تترتل بهذا الاسبوع والتأملات كلها بتساعد المؤمن ليكون عم بعيش ويكون عم بيفوت بجو العيد نحنا بجبل الرحمة شو عاملين انت تيفوت المؤمن اكتر بجو العيد السنة سيكون شوي مميز الجمعة العظيمة بجبل الرحمة نحنا على تلة الجبل حطينا متعملنا جلجلة كل السنة ستكون موجودة الصليب موجود والمصلوب على الجبل سيكون خلال كل السنة اسبوع الماضي تحضر اللي تحضرت الجلجلة نحنا رح يصير فيه عن نهار جمعة العظيمة ساعة ثلاثة بعد الظهر درب الصليب وتتواف بالصليب من كنيستة الدير من دير الكريم على جبل الرحمة الالهية عالجبل بتم رتبة تنزيل المصلوب بنرجع بنعمل بعد بتنعمل الرتبة بنعمل تتواف بالمصلوب بالكافة يعني بنرجع على تنفس الدير وبتم رتبة سجدة الصليب ودفن المصلوب يعني رح يكون فيه يعني دايما بس يكون فيه تطواف أو فيه ضرب الصليب يكون عم المؤمن عم بيشتغل بشغل جسمه وعقله وفكره وكيانه ليكون كل الحالات اللي هو عم بيكون فيها مقدمة للرب يسوع أكيد فيه أبعاد لكل هذه المواضيع يعني اليوم نحنا ما منبقى بحدود المظهر الخارجي والشكل اللي عم نشوفه بدنا نروح أبعد من هاي دايما الإنسان بيحاج لأشي اللي يشوف يعني يعني فيه كناس بيقولوا نحنا ما منحب نحط ممكن آيكوني أو صليب أو من جانب المؤمن يكون عم بيدخل للعمق ولكن دايما الأيكوني والصليب والأمور اللي الظاهرية بتساعدنا لأنه نحنا بيحاج لنكون عم نشوف ونكون عم نعيش الشي اللي عم نشوفه من هيك رح يكون درب الصليب أكيد بمواكبة من إزاعة صوت المحبة وتلفزيون المحبة وأكيد رح يكون التجمع بكنيسة الدير بالأول الساعة ثلاثة بعد الظهر نهار الجمعة سبعة الشهر بيكون بعد الظهر الساعة ثلاثة المؤمنين مش تمعين قدام كنيسة دير الكريم وبتم درب الصليب على جبل الرحمة تنزيل المسلوب الصلوات ورتبة تنزيل المسلوب وبنرجع بنعمل تطواف بالجسمين لكنيسة الدير وبتم فأزان السجدة ودفن المسلوب وإن شاء الله نحن مرجع مثل ما قال أبونا قبلي أبونا شربل لأنه ما بنوقف عند الموت نحن منوقف عند القيامة لأنه كتار مننا بيجوا نهار الجمعة العظيمة بيحبوا يكونوا موجودين برتبة دفن المسلوبة لكن الأحد يمكن كتار منهم ما بيقاتسوا لأ لازم يكون لأنه ما نوقف عند الموت نحن نوقف عند القيامة لأنه هو العيد الفصح وهو الأهم هو عيد الفصح يعني هالأحديث كلها معلق ببعضها يعني من الألام للموت للقيامة هيدا هو سر العيد نعم يعني هيدا يعني حتى نحن اليوم سر سر الإلهي ما فينا نفسر عن بعض حتى التجسد والموت والقيامة كلهم مربوطين ببعض لأنه هذا الإله أتى ليحقق مشروع الخلاص ميت حتى يتجسد وميت لحتى يقيمنا معه وصير أبناء القيامة وصير أبناء السماء هيك تم الفدة يعني هيدا المسيرة مسيرة ابن الله لتخلص الإنسان وإن شاء الله نوع على هالمشروع الكبير المشروع الخلاصي وننضم لإله لنكون نحن مخلصين بدورنا أمين يعني هذا مشروع الله هي كلمة أداسة الإنسان وكل هالشي اللي عم بينعمله كل شي عمله ربنا من أسرار حتى الكنيسة أسسيت لحتى الإنسان يتقدس يكون ابن السماء وإذا ما ما دخلنا شعبنا شعب الله المؤمنين بهيدا المشروع يكون بعضنا كتير خارج كل شي عمله ربنا من هيك نحن كخدام لكلمة الله ككهنة علينا أنه نكون عم نساعد الناس تكون عم بتعيش هالسر التدبير الخلاصي سر المجد والقيامة مع الرب يسوى ليكونوا كلنا سوى أبناء القيامة مع يسوع قائم من بين الأموات وهيك أنا بدي أتمنى لك أعياد مباركة أبو ناجان والأسبوع المقبل رح تكون معنا نحن كمان عن احتفالة عيد الرحمة اللي بتصادف بالأحد الجديد أكيد على راد بنحكي كمان شو رح يكون فيه احتفالات على الجبل أنا بدي أعيد كل المستمعين والمشاهدين وإن شاء الله تكون أعيد خير وبركة على الكل يا رب أمين أنا بدي أشكرك من جديد وفاصل أحب أنه منتابع من بعد وكمان بقية فقرات برنامجنا